3-4 منطقة موسكوية طائرات النظام وروسيا لم تنفذ أي طلعات فوق حلب منذ سبعة أيام بهذه العبارة افتتحت وزارة الدفاع الروسية بيانا لها حول ما يجري في مدينة حلب متجاهلة كل الضحايا الذين سقطوا خلال أسبوع من القصف الجوي على أحياء المدينة المحاصرة وبينما كان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية يتلو البيان كانت الطائرات الروسية تقصف حلب وريفها مقعة مزيدا من الضحايا ففي الريف الغربي تعرضت مدينة أورم الكبرى لغارة جوية أوقعت أربعة شهداء بينهم طفلتان والعديد من الجرحى ودمارا في الممتلكات بدربت ساعة تسعة ونصف للصباح هذا الدفاع المدني مباشر لهنا صاروا بطلعوا على انقاذ وما انقاذ جئنا لأينا البنت هنا في نبض كان شوي سعى فوا وقالوا فيه ختيار هنا بهالضربة ما لا ينشي لها الله والبنت أخذوا على المشفى لهيب المعارك لم يهدأ على جبهة المدينة حيث صد الثوار محاولة قوات النظام التقدم على جبهتي كرم الجبل والعويجة وأعلنوا مقتل عدة عناصر من قوات النظام إضافة لأسر ثلاثة آخرين جبهة حي صلاح الدين هي الأخرى شهدت معارك عنيفة بين الطرفين انتهت بمقتل نحو عشرين عنصرا من قوات النظام إثر كمين نصبه الثوار في المنطقة التطورات في مدينة حلب ترافقت مع تصريحات للأمين العام لحلف الأطلسي يينيس ستورتنبورغ حذر فيها من أن مجموعة من بحرية قتالية روسية تتجه نحو سوريا يمكن أن تستغل في استهداف المدنيين في حلب المحاصرة داعيا موسكو لتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار ترجمة نانسي قنقر